السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد المائدة بوصفات من دكش اللي كيعجبكم سهلين و اقتصاديين و كيتحضروا بسرعة و ينفعوكم مع دياف الغفلة نحضروا مع بعض واحد الكيكا بالسلسة ديال شوكولة و نسقية بالسلسة ديال الكراميل و واحد الماطاق ما نقول لكم اش ضروري ضروري خاصكم تجربوها حيث فعلا جات الديدة بساف كذلك سوف نحضر معكم المسمن في الفران لكي يجي مور الرق يعني كيف كتشوفوا ورقة على ورقة بحال تقولوا ميل فاي سوف نزيد له غير واحد المكوين ليعطاه واحد النتيجة رائعة و ضرورها كم شوية ديال دوازتاي بعجينة واحدة خرجت بها جوج ديال الاشكال ما يمتمنى ان هاد الاقتراحات هادو يعجبوكم و خليك معايا و ما تمشيفين و يلا نبداو بسم الله بسم الله اول حاجة سوف نحضر هنا يا العجينة ديال المسمن سوف نجعلها جانبا كترتاح على خطرها في الإناء درت جوج ديال زلافات ديال الفينو او الساميد الناعم مع زلافة ديال الدقيق الابيض ويمانا دائما هكف سواء في المخمر او الملوي تنغلب الفينو على دقيق الابيض و يبقى لحسب الدق كذلك معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة او البيكن باودر معلقة صغيرة ديال السكار مع نص معلقة صغيرة ديال الخاميرة الفورية حيث هذا المسمن هذا بغيتو يكون خامر في الفران و كذلك الملح تيبقى على حسب الدق ديالكم كنخلط هاد المكونات الجفة مع بعضها و نجمعو العجينة ديالنا بالخليط ديال الحليب و الماء اللي يكون دافي غير شوية بحكم دابة يعني سوف نبقى مستمرة نضيف الخليط ديال الحليب و الماء اما كتعجنوا بالحليب او كتعجنوا غير بالماء او كتخلطوا بيناتهم بجوج لكم الاختياء بعدما كتجمعنا العجينة كندلكوها مزيان بحكم اني راحنا مكترين او مغلبين فيها الفينو على الدقيق فهو كيف عارف انتي شرب السوائل يعني نعطيوها حقها الكافية ففي الحليب او الماء و كندلكوها مزيان و يبقيتها مستمرة ندلك مزيان لعجينة ديالي حتى نحصلوه على هات النتيجة هاتي عجينة اللي كتكون مدلوكة و ارتباء به هات الشكل هذا ندهن بشوية ديال الزيت النباتية و نقسم العجينة ديالي الى كويرات فان هذه العجينة هاتي نخرج منها جوج ديال المسمنات يعني كبار او متوسطين في الحجم ديالهم كل مسمنا هاتي ندير فيها 6 ديال الكويرات يعني في المجموعة قسمت العجينة ديالي على 12 الكورة اللي يكون هكا الحجم ديالها متوسط او شوية صغير سوف ندهن بشوية ديال الزيت و غذي نغطي العجينة ديالي بلاستيكا و نخليها جانبا كتتاح و ندوزو باشا نحضروا الوصفة ديال الكيك ديالنا بسم الله بنسبة الوصفة ديال الكيك نتمنىكم ان شاء الله تضربوا حد فعلا كي يجيل ديد الديد بساف و انتم تشوفوا معايا المكونات دياله اقتصاد دياله و في متناول الجامع المهم في الايناء قدرت ثلاثة ديال الحبات ديال البيض الحجم ديالهم كان كبير تقريبا يعني كلها بداركة وزن سبعين جرام كان لديكم البيض صغير كتدروا ربعة ديال البيضات و طبعا البيض يكون بحرارة ديال المطبخ انا هنا اضفت واحد الكاس مع مرش ديال السكر لكن يعني من بعد فاش حضرت الكيكا وهذا جتني شي شوية حلوة فلذلك الى كنت انتم ما غادي تتقيوها بالسلسة ديال الكاراميل كيف مادرت انا من الافضل فهذا المرحلة هذي ديرو غير نص كاس ديال السكر او احتقل كنتم مثلا غادي تتقيوها بالحليب او بالقهوة او بالسلسة ديال الشوكولة او شي حاجة فقد ديرو كاس لما يقول هذي النقطة هذي نقولها لكم هذي نقطع في الحلوه لكن بالنسبة لي انا نحاول دائما نقص كمية ديال السكر فجاني شي شوية حلو وصافي مهم درت ذاك الكاس مع مرش ديال السكر مع واحد شوية ديال فانيق قبيصة ديال الملحة وطلعت مزيان ذاك البيض مع السكر يعني حتى كي بيض لنا الخليط ويتضاعف الحجم دياله ضفت من بعد كاس ديال السيد سنضيف هنا كاس ديال القهوة وحليب يعني خلط بيناتهم اما تديروا غير القهوة او تديروا غير كاس ديال الحليب او تخلطوا بيناتهم بجوج لكم الاختيار أنا هنا يدرت قهوة اللي مقطرة او تديروا يعني ذاك القهوة سريعة الدوابان مع شوية ديال الماء سافي بعد ما خلط السوائل مع بعضياتها في هذه المرحلة نحبسه من التراب ونضيف هنا عندي الكاكاو المرم مع الكاكاو الحلوة أنا دائما كنخلطها كابيناتهم باش يعني ما يجيش يعني المرورة يعني في الكيك ديال نجيها كالحلوة متوازنة سافي ضفت كذلك الضقيق نضيفه تدريجيا ونضيف الخميرة ديال الحلوة في المجموع 16 جرام ونبقى مستمرة نضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصله على القوام المناسب يعني خليط ليس خفيف بساف وفي نفس الوقت عاو تاني ما يكونش تقيل سافي نكتفي بهذا القدر هذا طبعا الفرناني شعلته تسخن يعني قبل ما بدأت تحضير ديال الوصفة هو اللي شعلته على نراجه تكون 180 دراجة بالنسبة للكيكا نضيفها في هذا الصينية او هذا المول هذا على شكل مستطيل نضيفها بشوية ديال زيت او تدرونه بسبدة وترشو عليه شوية ديال دقيق او تدروا يعني اي مول كان عندكم سواء ديال زاج مول دائري اللي بغيتو المهمة لحسب انتوما الشكل ديال كيكا كيفاش بغيتوها سافي ونصبو الخليط ديال كيك ديال ونضيفها الفرن طيب عادي ديال كيك يعني النار تكون غير من تحت تكون النار متوسطة الى هادئة حتى يعني كيطيب لنا من الداخل والاكسعة كنشول عليه ونرزو باش نحضروا دوازاتي ديالنا كيف عارفين من تنقلو قهو تلاشية او الطبيلة ديال قوتتين عاشي كويس ديالتا فضروري من هكا ياشي دوازاتي او غاتو اللي يكون حاضر في الماء ايضا المهم هنا غدي نحضروا بعجينة وحضا نخرج منها جوش ديال الاشكال كوكيز اللي كيف عارفين تيبغيوهم صغر والكبر وبنفس العجينة غدي نضير بحال الشكل ديال قلت لانه ماشي ديالتا كيف عارفين اللي يتحضروا تيكونوا ببعض القدق وغير نعطيوهم شكل ديالتا و لكن من السمين باللوز المهم في القيناة اضافت لها نصف كاس اضافت لها نصف كاس مع عمر شين كونت في الول ديرا وعود نقص تردك نصف كاس شوية ديال سكر شوية ديال الفاني واحد القبيصة ديال الملحة و زد كذلك نصف كاس ديال الزيت و نخلط مزيان حتى يضبن تماما ضك سكر مع الزبدة و الزيت حتى الزبدة لا تبقى حبيبات بينها سوف نحصلها على خليط كريمي بهذا الشكل هذا من بعد نضيف الحبة و نعود ندمج مزيان يعني ضروري في هذا المراحل كل مكونا نضفنا نعطي وحقه في الخلط مزيان في الأخير سوف نضيف الضقيق تدريجيا نضيف كذلك نصف علقة صغيرة الخميرة الحلوة هنا العجينة تنسموها بشوية كوك إما تحمره أو تجعله تزيده أو تضيف بودرة اللوز أو بودرة كريم باتيسيا بودرة نضيف الضقيق تدريجيا حتى تجمعنا العجينة نحصلها كالعجينة التي تكون رطبة و تمسكها في نفس الوقت نقسم العجينة نقسم العجينة إلى نصفان لكي نضيف حبيبات الشوكولاتة و انا كنت نسيت مجمد و مع الحرارة الفرن فبدأ يدوب حبيبات شوكولاتة في العجينة انا نستغل معلقة كبيرة لأن العجينة تكون جاهزة اما بالنسبة للعجينة الثانية نسمعه بالنكهة أو بودرة اللوز و أين تريدونها لكم الاختيار لكم الموز الكاراميل كابوتشينو يمكنكم أن تضيفه و ندمج جيدا و يكون العجينة جاهزة نبدأ بالعجينة فوق سطح العمل كبلاستيك و سأخذ العجينة من السماء و سأخذها كبير و أخذها في السماء و يحب أن يكون و يبدو و سأخذها لدائرية و نقطعها و انomatize كوبيرات و تحاولات و يمرون و تحديث و يجب أن ندروا الآخط و نرشمتها لتكون سهلة و سريعة سوف نبقى 6 مرة حتى نكمل العجينة كاملة بعد كملت الملء الصيني فهذه هي الكمية اللي اعطتني العجينة الاولى سوف ندهنها من الفوق بصفر البيض سوف ندهن الوجه الحلوى ونزينها كيب الشوكة سوف ندهنها كالشكل بحل القالت ولكن لا علاقة لها بالمضاق القالت سوف ندهن الكيك من الفوق لتحمر سوف نخرج الكيك من الفرن مباشرة سوف ندخل الحلوى كالطيب على النار تكون هادئة لتدخلها الطيب حتى من الداخل والطيب الناميل تحت او من الفوق والجينة كاية محمرة ومقرمشة في نفس الوقت سوف ندخل الحلوى كالطيب سوف ندخل الحلوى كالطيب وكذلك بالنسبة للعجينة الثانية كانت بفعل حرارة والمطبخ سخون فالشوكولاتة الكوكيز وكذلك بالنسبة للعجينة لكن ليس مشكلة بالنسبة للكوكيز وقطعتها يبقى قطعة دائرية وممكن تشكلها كويرات ودخلها في الصينية الفرن سوف ندخل الحلوى كالطيب نارهم طابو كيف ترى فيهم واحد اللون محمرة من الفوق ومن السمين بديك من لكها اللوز يأتي رائعين وحتى الشكل ديالهم يأتي جيدا بعد ذلك كمالت تشكيل الكوكيز كنت تجعلتهم غير جانبا في البلاستيكة سوف ندخلهم في الصينية الفرن ونضخلهم الفرن لأن النار تكون هادئة لكي يدخلهم حتى الطيب من الداخل ويأتي مقرمشين ومحمرين من الجهتان بعد ذلك كمالت الكوكيز شكرا اضعت الذهاب التجاهة بالقناة بعد ذلك ونضح الآن سوف نحضر المنزل ق Lahm press ومراحة السكر سوف نضيف نضيف فوق النار يكبدا نحصل على كراميل ثم نضيف كاس الحليب 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 نضيف حليب كرامل نضيف حليب كرامل نضيف حليب كرامل نضيف مادا من الشوكولاتة نضيف ابقداسة بنسبة مع ثلاث طبق تلف Ugh و نضيف عمل كريمv نضيف م mijn talks سوف نضمج مباشرة من فوق الكيك و نحاول ان نقديه كوحد طبقة السلسل سوف نضيف المقروف و نضيف مع جميل نضيف الكامل من خطوط لكيونات في المطالق و نضيف الخطوط فوق الملفي بمده المكونات الأقتصادية و متناول الجميع سوف تكون الكيكة جاهزة سوف ندخلها للتلاجة تبرد حتى الوقت التقديم سوف نقطعها و نقدمها إن شاء الله نرجع نكمل التحضير المسمى سوف نحتاج كمية الفينو و نضيف زيت و زبدة دايبة و المكون الذي سوف نضيفه مع زيت و زبدة وهي معلقة كبيرة من نشا سوف نضيف زيت و زبدة و زبدة و زبدة و نطلق العجينة لكي تكون رقيقة حتى يبلينا سطح العمل منها سوف نضيف زيت و زبدة و نطلق العجينة لكي تكون رقيقة نضيف خلية و نضيف حل قليلاً حتى نضيف زبدة و زبدة و زبدة و زبدة و نحتاجه بنفس الطريقة كندير هكيا مسمنا فسط مسمنا حتى نكمل ستة ديال الوحدات بغيتوا تديروا سبعة تمانية ديال الكويرات يعني كل وحدة وحدة فسط وحدة لكم الاختيار بعد كملت هكا تشكيل ديال المسمنات ديال غير فوق سطح العمل كي يرتاحوش شوية تقريبا ديك خمسة عشر ديال دقايق باش يعطيونا هكا تطوع من ينكونو كنبسطوهم الفران اني شعلته تيسخي عن درجة كل مية وتمانين درجة سافي هنا يا بعد مداز ديك عشر ديال دقايق درتم هكا يفصينية ديال فورن وغادي نبدأ كنبسطوهم يعني ما خليتهم مش هكا يخمروا في الصينية ديال فورن ولا شي حاجة يعني مباشرة غدين انطيبهم ابغيتمش يجيوني خامرين بالساف سافي يعني كنبسطوهم هكا بدك الخليط ديال زياد والزبدة اللي كانت بقى عليه نحاولو ما نرققوهمش بزاف يعني يبقى هكا يصومك ديلهم متوسط باش يكون هكا فيهم ما يتكال يعني ما يجيوش رقاق بالساف وديكسع المهمتوما اللي بغيتو سافي ندخلهم يطيبون نار تكون من التحت حتى تنشوفوهم طابو تحمرونا من التحت عديك الساعة كنشرع عليهم من الفوق وهكا نكون وصلنا نهاية ديال فيديو ديال اليوم اللي حضرنا فيها واحد طبيلة ديال قوتي بوصفة كيشتو سهلين مهلين واقتصاديين بعاجينا واحدة خرجنا جوج ديال الاشكال ديال دوازاتاي حضرنا كيكا اللي المضاق ديالها رائع كعامل والقهوة والسلسة ديال الشوكولاتة من الفوق تدجي يسالم كذلك المسمن ديالنا في الفران كيف كتشوفو تيجي هكا يا مقرمش من الخارج ومورق من الداخل يعني ما معجن ما تشي حاجة غير جربوه بعينيكم غمضين حتى هو متأكدة غد يعجبكم اما كتديروا هكا يا شي مسمنات كبار او بغيتو تشكلوهم مسمنات صغار لكم الاختياء كذلك دوازتاي ديالنا شكل اولي على شكل غالت لكن المضاق ماشي ديال القالت بالمضاق ديال اللوز تيجي هكا يا مقرمش وهشيش في نفس الوقت وكذلك الكوكيز ديالنا اللي تيبغيوها الصغار والكبار تيجي هكا يا مقرمش ومحمر ولديت بزاف واخر شي غد نتشارك معكم اكا واحد القطعة ديال الكيكا انا قطعت هكا الى مربعات او هينيكا تتقدموها كياب بحجم عائلي كيف كتشوفو تجي يعني كيكا تيجي السوم ديالها متوسط ماشي من فوخة وطال عبسة وماشي عوتاني رقيقة مسقية خفيفة وديك السلسة ديال الشوكولاتة مع داك الكرامل من الفوق جات يا سلام اتمنى ان الاقتراحات ديال اليوم يكون يعجبوكم وتستبدو معايا في هذا الفيديو الى جربتو شي وصفة ما تنسوش تصفتولية تطبيق ديالكم على الانستغرام انخللكم الرابط ديال واسفل في صندوق الوصف في انتظار اقتراحاتكم اراءكم كذلك الدعم وتشجيع ديالكم ما تنسوناش مصالح الدعاء بس حول راحة والى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم